بسم الله الرحمن الرحيم تحت في وصف الفيديو إصدارات مركز رواسخ اللي حصلت عليها هي الوجود التاريخي للأنبياء وجد للبحث الأركيولوجي شبهات وردود تأليف الدكتور سامي عامري الإلحاد في مواجهة نفسه حقيقة الإلحاد على ألسنة فلاسفته ورموزه تأليف الدكتور سامي عامري الحداثيون العرب والعدوان على السنة النبوية عبد المجيد الشرفي نموذجا تأليف الدكتور سامي عامري العلموية الأدلجة الإلحادية للعلم في الميزان تأليف الدكتور سامي عامري الحجاب بين تأصيل الفقهاء وإنكار الحداثيين تأليف الدكتور صهيب محمود السقار البيولوجيا عندما تصبح ايديولوجيا عقيدة الحمض النووي تأليف ريتشارد ليفونتن أين أخطأ داروين تأليف جاري فودر ومسيمو بيتالي بالماريني في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي أو لو أنت مهتم بالقضاء الفكري المعصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد أو لو أنت مهتم بالإسلام بشكل عام يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشارات بكل حلقاتنا الجديدة ولو في أي مركز عايز يبعث لي كتب لها علاقة بمجال اهتمام القناة يقدر يتواصل معاي عن طريق رقم الواتساب هيلقيه تحت في وصف الفيديو طبعا إصدارات مركز رواصخ كلها لا غبار عليها من ناحية جودة الطباعة وكل الإصدارات تقريبا مطبوعة لونين الأسود والأحمر الغامق والغلاف له ملمس جميل شبه الجلد أو الشموى والعناوين على الغلاف بتكون برزة شوية بتعطي الإحساس بالفخامة يعني الطباعة بشكل عام شغل فاخر من الآخر نقرأ مع بعض أولا تعريف بمركز رواصخ هتلاقوه في بداية أي إصدار من إصدارات المركز رواصخ مركز غير ربحي متخصص في معالجة القضايا الفكرية المعصرة وفق أسس عقلية وعلمية منهجية يسعى لإيجاد خطاب علمي مؤصل من خلال تأليف وترجمة الكتب والبحوث التأصيلية والحوارية يعني بإقامة الدورات والندوات وإنتاج المواد المرئية النوعية بالمناسبة قناة رواصخ على اليوتيوب ممتازة جدا جدا هتلاقو اللينك تحت في وصف الفيديو يستهدف بخطابه المهتمين بالمعرفة من مختلف شرايح المجتمع نبدأ الأول بكتب الدكتور سامي عامري ربنا يحفظه ويبارك فيه الدكتور سامي له ست مؤلفات من إصدار مركز رواصخ من ضمنهم كتاب العلم وحقائقه بين سلامة القرآن وأخطاء التوراة والإنجيل وكتاب هل القرآن الكريم مكتبس من كتب اليهود والنصارى طبعا الكتابين دول عملت عنهم فيديو قبل كده ستجدوا اللينكات تحت في وصف الفيديو نبدأ بكتاب الوجود التاريخي للأنبياء وجدة للبحث الأركيولوجي شبهات وردود تأليف الدكتور سامي عامري الكتاب حجمه كبير حوالي 555 صفحة هنبدأ الأول بقراءة التعريف اللي موجود في ظهر الكتاب هذا الكتاب إصدار جديد في سلسلة الانتصار للقرآن في الرد على أهم الشبهات المثارة حول ربانية القرآن بعد كتاب هل القرآن الكريم مكتبس من كتب اليهود والنصارى والعلم وحقائقه بين سلامة القرآن الكريم وأخطاء التوراة والإنجيل عن مركز رواصخ تناول المؤلف في هذا الإصدار قضية من أهم القضايا المثارة في الجدل الحديث حول الخبر التاريخي في القرآن وهي زعم كثير من الملاحدة واللدينيين في الغرب والشرق أن الأنبياء الوارد ذكرهم في القرآن الكريم أو عامتهم شخصيات خرافية قد أثبت علم الأثار أنهم ما عاشوا على الأرض وإنما هم صنيعة الخيال ناقش الكتاب بتفصيل المغالطات التي يقوم عليها الخطاب المنكر لتاريخية الأنبياء ثم تناول مسألة الوجود التاريخي لكل نبي من الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم وكنت تكلمت مع الدكتور سامي عامري ليه ما ذكرش في الكتاب أنبياء بني إسرائيل الكبار زي إشعياء وحسقيال ودنيال وغيرهم ففيما معناه قال لي يعني أن كل واحد يشيل شلته فاليهود والنصارى عندهم كتب بيتكلموا فيها برضو عن تاريخية وجود الأنبياء والأدلة التاريخية والأركيولوجية على وجود الأنبياء وهم بيهتموا تحديدا بالمسيح وداود وسليمان طبعا الدكتور سامي عامري ذكر في الكتاب الأدلة التاريخية من أول سيدنا محمد لغاية سيدنا آدم عليه السلام لكنه لم يذكر الأنبياء اللي موجودين في العهد القديم لكن ليس لهم ذكر في القرآن الكريم ثم تناول مسألة الوجود التاريخي لكل نبي من الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم بالبحث مع الرد على معارضات أعلام الباحثين الغربيين في هذا الباب كتوماس تومسون وإسرائيل فينكليشتاين أو الناقلين عنهم شبهتهم في العالم العربي كفراس السواح وخزعل الماجدي في ضوء أحدث الكشوف التاريخية والجدل الأكاديمي حولها هي فصول من البحث والمناقشة لكشف حقيقة الأفكار التي يروجها الخطابان الإلحادي واللديني في شأن تاريخية الأنبياء بعيدا عن المصادرة واللغة العاطفية والعبارة المرسلة التي لا تستند إلى دليل حابي بعلق سريعا أن موضوع الكتاب الوجود التاريخي للأنبياء من أهم المواضيع على الإطلاق وزي ما الدكتور سامي عامري بيقول هو الدفاع في الأصل عن القرآن الكريم والوحي الإسلامي ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبر أيضا من أهم الأدلة على وجود الله عز وجل وجود الأنبياء التاريخي دليل على وجود الله عز وجل إثبات إن كان في بالفعل تاريخيا ناس ادعوا النبوة من أدلة وجود الله عز وجل ومن أدلة صدق القرآن الكريم إن القرآن الكريم كثيرا بيقول لنا سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبلكم وآيات كثيرة بنفس المعنى إن القرآن الكريم بيتكلم عن الأنبياء وبيتكلم عن أقوامهم وبيتكلم عن اللي حصل لهم وبيقول لنا فيما معناه في القرآن الكريم إن في أدلة تاريخية عن إن الكلام ده حصل وإنتوا تقدروا تكتشفوا ده بنفسكم وده يبقى دليل على صدق القرآن الكريم وصدق وحي الإسلام ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالموضوع ده من أهم ما يكون ويستحق أن يفرد له مجلد كبير زي كده لو بصينا على الإهداء هنلاقي إلى الأدقياء الأخفياء من شباب الدعوة الذين لا تعرفهم الشاشات ولا يصدرون على المنابر أخيار يعملون في صمت ويجتهدون بصدق ينحتون على الصخر طريق الظفر عسى أن يرزقهم الله بفضله أضعاف ما في صدورهم من خير طب يا دكتور سامي والناس اللي بتطلع على الشاشات الغلابة اللي زي حالاتي أرضنا يتقبلنا جميعا نشوف مع بعض الفهرس الكتاب عبارة عن مجموعة من المقدمات ومادة الكتاب مقسمة على خمس أبواب الباب الأول إشكالات منهجية وده أهم باب على الإطلاق بيتكلم فيه عن حجية الدليل الأركيولوجي في الميزان وشبهات حول تاريخ النبوة والمعجزات والتوراة في ميزان البحث الأركيولوجي الباب الثاني الوجود التاريخي للأنبياء منذ عصر محمد صلى الله عليه وسلم إلى عصر عيسى عليه السلام بيتكلم فيه عن الوجود التاريخي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والسيدنا عيسى عليه السلام واليحيى عليه السلام والزكريا عليه السلام الباب الثالث الوجود التاريخي للأنبياء في الألفية الأولى قبل الميلاد يعني لغاية القرن العشر قبل الميلاد بيتكلم فيه عن الوجود التاريخي لسيدنا داود وسليمان واليسع وأيوب وإلياس وسيدنا يونس عليهم أفضل الصلاة والسلام الباب الرابع الوجود التاريخي للأنبياء قبل الألفية الأولى وبيتكلم فيها عن الوجود التاريخي لسيدنا موسى وهارون والوجود التاريخي لسيدنا يوسف والوجود التاريخي لسيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والوجود التاريخي لسيدنا لوت والوجود التاريخي لنوح عليه السلام والوجود التاريخي لإدريس عليه السلام والوجود التاريخي لآدم عليه السلام الباب الخامس والأخير بيتكلم فيه عن الوجود التاريخي للأنبياء الذين لا ذكر لهم في التوراة والإنجيل ودي في غاية الأهمية بيتكلم فيه عن الوجود التاريخ لسيدنا هود والسيدنا صالح والسيدنا شعيب ولذيل كفل عليهم أفضل الصلاة والسلام ننتقل للكتاب الثاني للدكتور سامي عامري بعنوان الإلحاد في مواجهة نفسه حقيقة الإلحاد على ألسنة فلاسفته ورموزه كتاب لطيف ظريف خفيف 163 صفحة نقرأ مع بعض التعريف اللي موجود في الظهر الإلحاد في خطابه التبشيري اليوم حال عتاق من الوهم وانتصار للعقل وفرحة غامرة في القلب لكنه في حقيقته شيء آخر مخيف إنه إعلان موت للعقل والروح والأمل إنه انتصار للنهاية المجدبة وحداد دائم للنفس إذ لا حصاد للعدمية غير الشقاء أسلوب الدكتور سامي عامري جميل جدا جدا في هذا الكتاب يواجه الإلحاد نفسه في مرآة رؤيته الكونية فتبدو الحقائق والوعود شاخصة كما هي في عالم يرفض التزوير والتجميل المجاني هنا يشهد الإلحاد على نفسه بلسان أبرز فلسفته في القرون الأخيرة ويعلن حقيقته بكلمات أشهر المنافحين الشرسين عنه في الغرب هنا يواجه الملحد دعوة الصدق والتناسق في رؤيته الكونية ويقف أمام مرآة كبرى تظهر عظيم الملامح ودقيق التفاصيل ليجد نفسه تسأل هل الإلحاد دعوة وجودية ممكنة أم هو وهم غير قابل للحياة والمعايشة موضوع الكتاب رائع جدا وممتاز وممكن يكون هدية لأي شخص من الشباب المراهقين اللي بيعتنقوا الإلحاد وما هماش مدركين بالفعل حقيقة الإلحاد ومآلات الإلحاد الإهداء مرة أخرى جميل جدا إلى الذين يعيشون إيمانهم بالإسلام أنسا بالرحمن وفرحة في القلب بهذا الخير لا يرون الانتماء إلى هذا الدين انتماءا جغرافيا أو حفظا لكلمات واستحضارا لمحفوظات إلى الأحياء بالإسلام أهدي هذا الكتاب لو بصينا على الفهرس هنلاقي أن الفهرس عبارة عن مجموعة متفرقة من المواضيع الكثيرة لكنها مترتبة بشكل كويس في البدء كان السؤال وبعدين مواضيع تحتها الإنسان ذلك الحيوان ومواضيع تحتها العقل على مذبح الإلحاد والمواضيع حرية إرادة وهم الآلات ومواضيع نهاية معنى وغيبة غاية ومواضيع الإلحاد وهم الأخلاق ومواضيع الإلحاد ووهم الجمال ومواضيع وبعدين كلمات في الختاب ففي النهاية الدكتور سامي عامري بيناقش إن الإلحاد ضد كل هذه المواضيع ضد فكرة النزع الغائية ووجود الأسئلة الوجودية الكثيرة داخل الإنسان وفكرة الإنسانية نفسها والعقل وحرية الإرادة وغياب المعنى والقيمة والغاية من حياة الإنسان بدون وجود الله وإن الأخلاق مش هيبقلوا معنى ووجود الجمال في الكون مش هيبقلوا معنى وهكذا ننتقل للكتاب الثالث للدكتور سامي عامري بعنوان الحداثيون العرب والعدوان على السنة النبوية عبد المجيد الشرفي نموذجا والكتاب حجمه 219 صفحة كالعادة هنشوف تعريف الكتاب اللي موجود على الظهر معركة المرجعية والتأويل هي معركة الإسلام الكبرى منذ قرن الأول الهجن لأنها معركة الانتماء والتعبير عن الوفاء للإسلام بحق الفهم القويم والالتزام الأمين بمتبعة أحكامه ولذلك قام الإسلام السني على مفاصلة كل طريق لا يرى مرجعية القول والفعل النبويين أو يتجاوز فهم الصحابة للنص المنزل القرآني والنبوي وقد ظهر في الأمة في القرنين الأخيرين تيار سلاخي يتجمل بالشعرات البراقة للحداثة ويدعو بحماسة وشراسة إلى رد حجية التراث النبوي وحفظه مع الطعن الصريح والفج في عدالة الصحابة خاصة المكسرين منهم من الرواية لإقامة فهم محدث للإسلام لا يستبقي من محكماته شيئا وقابل لشطحات التأويل المادية للوحي ويمثل عبد المجيد الشرفي أو الشرفي مش عارف نطقه الصحيح أيقونة التيار الحداثي في المغرب العرب طبعا الدكتور سامي عامري أصلا من تونس فبالتالي اختار واحد من أعلام التيار الحداثي في المغرب العربي علشان يرد عليه وأحد أعلام القراءة الانسلاخية للنص التأسيسي للإسلام بدعوتي إلى فهم جديد للإسلام يتمثل قيم الحداثة الغربية ويتجاوز الموروث النبوي كلية مع إسقاط عدالة الصحابة في النقل وحجية قولهم في الفهم وامتهان شديد للتراث العلمي لأعلام الفقه والتفسير ومع الشرفي ستكون رحلتنا في هذا الكتاب كشفا لتنفخه بغير حق ونقده للتنزيل الشرعي بغير عدل وفضحا لقصور آلته العلمية جزاك الله خيرا دكتور سامي أنا أغبطه لأنه ما ترك بابا يعني يؤتى الإسلام من قبله إلا وألف فيه كتابا وما زال بيألف جزاه الله خيرا وحفظه الله عز وجل لإسلام المسلمين الدكتور سامي عمري في بداية الكتاب بيذكر قول الله عز وجل في سورة محمد الآية رقم 29 أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم وبعدين بيذكر دعاء ورجاء إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا قدما تمشي إلى خدمتك ولا يدا تكتب حديث رسولك فبعزتك لا تدخلني النار فقد علم أهلها أني كنت أذب عندي للإمام من الجوز اللهم أمين الإهداء إلى كل شاب من شباب الدعوة في تونس يحمل مشعل النور في مسرح الظلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون سورة الروم الآية رقم 60 المحتوى الكتاب عبارة عن مجموعة من المقدمات والتمهيدات وبعدين عرض لعدد من الأضلولات عشرين أضلولة من أضليل هذا الشرفي الأضلولة الأولى هدم السنة الأضلولة الثانية منع الرسول الأضلولة الثالثة الأضلولة الرابعة الأضلولة الخامسة لغاية الأضلولة رقم 20 وفي الآخر فيه كلمة في الختام والمقالات والمراجع وهكذا ننتقل للكتاب الرابع للدكتور سامي عامري بعنوان العلموية الأدلجة الإلحادية للعلم في الميزان كتاب حجمه 223 صفحة وكالعادة نقرأ مع بعض التعريف الموجود في ظهر الكتاب العلموية مذهب ينسب لفظه إلى العلم وهو يسعى إلى صبغ كل شيء بلغة المختبرات والمراصد والمجاهر وقد رفع في أدبيات تيار الإلحاد الجديد فوق حقائق العقل ومقولات الدين فلا صوت ينازعه البيان ولا يد تنازعه الصولجان الأسلوب تعد دكتور سامي عامري والعلموية بذلك أكبر من أن تكون إعلانا لشرف المعرفة العلمية إذ هي في الحقيقة إعلان لإمبريالية التجربة فهي تدعو إلى أن يحتكر العلم ميزان الحكم بعد رسم معالم الوجود كله بقلم لا يعرف غير أبعاد الطول والعرض والعمق وقياس الحركة ولأجل فهم واعي للعلموية يقوم هذا الكتاب بدراست هذا المصطلح لغة واصطلاحا والحفر في تاريخه الفلسفي وتفكيكه بيانا لأنه لا يراد في العلم الطبيعي دلالة ولا يدل على التنوير التزاما وإنما هو رؤية خاصة للإنسان وقيمه وللواقع وطبيعته وللآفاق وامتدادها مسلطا الضوء على جانب التوظيف الأيديولوجي الذي يمارسه العلمويون للعلم الطبيعي ونجاحاته وتسخير كل ذلك لخدمة الإلحاد زعما أن العلم قرين اللادينية أو الدهرية والكتاب بذلك بحث رائد في بابه في المكتبة العربية إذ يبحث في العلموية كعقيدة ولا يختصر الجدل في بحث خصومة الكتب المقدسة مع بعض دعاوى الكشوف العلمية كما هو البحث التقليدي في الشرق والغرب في شأن علاقة العلم بالدين واللي هو كان موضوع كتاب العلم وحقائقه هو طبعا كتاب الدكتور سامي عامري عن العلموية مش هو الكتاب الوحيد في المكتبة العربية اللي بيتكلم فيه عن العلموية أعتقد أن فيه كتاب تبع مركز يقين وفيه أكتر من كتاب بيتناول الموضوع لكن أنا بالنسبة لي بنحاس جدا لكتابات الدكتور سامي عامري لأنها بتبقى أبحاث دقيقة جدا جدا واطلاع الدكتور سامي عامري اللغوي على المراجع المختلفة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية بتعطي لكتابات الدكتور سامي عامري قيمة علمية قوية جدا جدا وأكيد يعني المكتبة العربية المفروض لا تكتفي بكتاب واحد في موضوع واحد مرة أخرى الإهداء جميل جدا إلى الشباب المؤمن بأن العمل لنصرة الإسلام فريضة شرعية وأن التمكين الرباني للحق وعد صدق لو بصينا على الفهرس هنلاقي أن الفهرس برضو مقدمات وتمهيدات وبعدين مجموعة من المواضيع اللي بيتكلم عنها بالتفصيل فهنلاقي بيتكلم عن العلم والعلموية العلموية منهج ديني العلموية وإمبريالية التجربة هل العلموية علمية حقا أوهام حياد العلم حدود آفاق العلم انتحار العلموية الحصاد المر مغالطة الله سبحانه أم العلم هل يملك العلم نفي وجود الله وخلاصة النظر وبكده نكون خلصنا كتب الدكتور سامي عامري ننتقل للإصدار الجديد للدكتور سهيب محمود السقار ربنا احفظه يبارك فيه بعنوان الحجاب بين تأصيل الفقهاء وإنكار الحداثيين الكتاب حجمه 186 صفحة وكالعادة نشوف تعريف الكتاب الموجود في الظهر أصبحت المرأة في هذا العصر بين قوسين أحدهما يجتذب المرأة ذات اليمين والآخر يجتذبها ذات الشمال وهي بين هذين القوسين محصورة في دائرة التجاذب الفكري بين دعاة التحرير الحداثي من جهة ودعاة التكريم الرباني من جهة المقابلة الأخرى فالحداثيون يرون في لباس المرأة الذكورية ينبغي أن تتحرر منها المرأة والفقهاء يرون في لباس المرأة مظهرا من مظاهر التكريم الرباني وأرى أن هذا التجاذب يفرض على المرأة أن تتحقق من صدق الفريقين وأردت في هذا الكتاب أن أقدم حوارا عقليا مختصرا أحرر فيه هذا التجاذب بين الفريقين طبعا الدكتور صهايب محمود السقار له كتاب آخر بيتكلم فيه عن موضوع الحجاب حجمه أكبر وبيتكلم فيه بالتفصيل أكتر اسمه جدلية الحجاب طبعا أنا لسه ما قررتش الكتاب الجديد علشان أعرف مدى التطبق التشابه مع الكتاب القديم لكن ظني في الغالب أن الكتاب الجديد الحجاب بين تأصيل الفقهاء وإنكار الحداثيين تعتبر نسخة مختصرة عن كتاب جدلية الحجاب اللي بيناقش الموضوع بكل تفاصيله وبكل الشبهات المثارة حوله لو بصينا على الفيرس هنلاقي أن الكتاب عبارة عن مقدمات وتمهيدات وبعدين فصلين الفصل الأول بيان الأدلة التي تثبت فرض الحجاب ومقسمها لمجموعة مباحث وبعدين الفصل الثاني نقد الأدلة التي يستدل بيها الحداثيون وفي الآخر الخاتمة والنتائج يبقى في النهاية لو أنت ما عندكش كتاب جدلية الحجاب وعايز كتاب أصغر وأخف يبقى تجيب كتاب الحجاب لكن لو أنت معاك الكتاب الأكبر غالباً الكتاب الأكبر هيغنيك عن الكتاب الأصغر ننتقل لإصدارات رواسخ المترجمة والإصدارين دول أدام من أوائل إصدارات مركز رواسخ لكن ما جتليش الفرصة للحصول عليهم الكتاب الأول بعنوان البيولوجيا عندما تصبح ايديولوجيا عقيدة الحمض النووي Biology as Ideology The Doctrine of DNA تأليف ريتشارد ليفونتن كتاب صغير لطيف ضريف خفيف 119 صفحة للأسف لما بتقلب في الكتاب من جوه مش بتلاقي العنوان الإنجليزي الأصل للكتاب ولا بتلاقي اسم المؤلف مكتوب باللغة الإنجليزية من ضمن تعريف الكتاب هم عملوا ده في الكتاب الثاني لكن ما عملوش ده في الكتاب الأول أتمنى إن أي حد يترجم أي مرجع أجنبي إنه يذكر في بداية الكتاب العنوان الأصل الإنجليزي واسم المؤلف باللغة الإنجليزية نشوف مع بعض كالعادة تعريف الكتاب اللي موجود في الظهر البيولوجيا أحد فروع العلوم الطبيعية وهو علم يعني بدرست الحياة وأشكالها المتنوعة ويبحث في كيفية التفاعل بين الكائنات الحية بعضها مع بعض ومع البيئة التي تعيش فيها الأيديولوجيا النسق من الأراء والأفكار السياسية والقانونية والأخلاقية والجمالية والدينية والفلسفية الطريقة اللي انت بتعيش بها حياتك والسؤال المتبادر إلى الذهن هو كيف يمكن لعلم البيولوجيا الخاص بحق لمعرفي مادي طبيعي أن يتحول إلى أيديولوجيا وبالمناسبة كلمة أيديولوجيا على الغلاف مش مكتوبة صح يعني مكتوبة هنا في الظهر صح أن يتحول إلى إديولوجيا تخص عالم الأفكار والاتجاهات ذات الأثر في أنماط السلوك الإنساني أي كيف يمكن للبيولوجيا وهي علم حياد معيار صارم في أدوات بحثه وشروط قبول نتائجه أن تصبح أيديولوجيا التي منسمتها الاستجابة للتحيوزات والأهواء والمصالح والخضوع للثقافة السائدة وأثر البيئة الكتاب الذي بين أيدينا محول لبيان ما يغيب ليس على العوام فحسب بل على ما يخفل عنه العديد من علماء الطبيعيات أنفسهم حول تأثير الأيديولوجيا الاجتماعية في تفسيراتهم العلمية الكلام ده في غاية الأهمية فكرة أن العلماء بيكون عندهم توجهات معينة وأفكار معينة وتصورات كونية معينة وأيديولوجيا معينة ويوجهوا العلم الطبيعي وفق أهواءهم وأراءهم وأفكارهم واعتقاداتهم وأيديولوجيتهم ده أمر في غاية الخطورة أغلب الناس أو عامة الناس من السذج بيعتقدوا أن العلم محايد وأن العلماء محايدين وأن هم توجهاتهم وأهواءهم ما بتأثرش في اكتشافاتهم وأراءهم وتجاربهم وهكذا كلام ده بلح غير حقيقي وغير واقعي الكتاب في الأصل عبارة عن مجموعة من المحاضرات وبعدين تم تفرغها أو تم نشرها في كتاب وبالتالي لو بصينا على الفيرس هنلاقي في الأول مقدمة المترجمين وتمهيد وكلمة وبعدين المحاضرة الأولى المحاضرة الثانية وهكذا شك معقول أكل ذلك في الجينات الأسباب ونتائجها قصة في كتبنا العلم حين يكون نشاطا اجتماعيا وبعدين حول الكاتب وسلسلة محاضرات ماسية تعريف بسلسلة المحاضرات دي اللي فيما بعد اتفرغت في الكتاب عايز أرى مقدمة المترجمين يسعى أي واقع سياسيا كان أو اجتماعيا إلى شرعانة نفسه باعتباره التشكيل الاجتماعي أو السياسي الأمثل والأصلح ويستخدم في عملية التبرير هذه مؤسسات عدة لها شرعيتها ومصدقيتها لدى المجتمع والأفراد فتجدوا يستغل المؤسسة الدينية والمثل الاجتماعية العليا وغيرها الكلام ده خطير جدا العلم ساينس يعد أحد هذه المؤسسات التي قد تستخدم في شرعانة الواقع يعني إيه الكلام ده؟ يعني الواقع إنه ما فيش حاجة اسمها علم فيه حاجة اسمها علماء بيمرسوا المنهجية العلمية فالعلماء دول بشر ممكن يكونوا صالحين وممكن يكونوا فاسدين وممكن تتحركهم أهوأهم وآرأهم وهكذا وكذلك فيه مؤسسات علمية هذه المؤسسات العلمية ممكن تكون صالحة وممكن تكون فاسدة وممكن توجه اللي شغالين فيهم باتجاه معين أو اتجاه آخر وهكذا الناس للأسف بتستغرب الموضوع ده في العلم مش عارف ليه رغم إنه هما ممكن يشوفوه موجود وواقعي في مؤسسات أخرى مختلفة زي المؤسسات الدينية أو المؤسسات الاجتماعية أو المؤسسات السياسية لكن العلمية يكون فيها انحرافات أخلاقية وفساد وحاجات زي كده حاشة وكلا العلماء دون ملايكة باجنحات العلم ساينس يعد أحد هذه المؤسسات التي قد تستخدم في شرعانة الواقع والتي قد نخفل عنها عادة إذ يصعب علينا أن نتصور أن العلم باعتباره المنهج الذي يسعى للوصول لنتائج موضوعية حاسمة والذي يسعى لإبعاد انحيازات الأفراد والذي يدعو باستمرار للتنزه منها عند البحث العلمي وطرح النتائج يحاول ريتشارد ليفنتون في سلسلة المحاضرات أن يناقش تصور نشاء عن العلم فالعلم وفق تصور ليفنتون ليس جهة متعالية بل هي جهة متأثرة بالسياق الاجتماعي وانحيازاته ومتفاعلة معه كذلك فقضايا العبودية والعنصرية والمثلية الجنسية وفطرة الإنسان والتفاوت الاجتماعي داخل مؤسسة العلم تتأثر تأثرا كبيرا بالسياق الاجتماعي بشكل ملتبس أحيانا وواضح وصريح أحيانا أخرى يطرح ليفنتون في سلسلة المحاضرات هذه نقدا رصينا للدور الذي يلعبه العلم تحديدا علم الأحياء وعلم الطب في تبرير التفاوت بين الطبقات الاجتماعية وبين الجنسين وبين الأعراق بدعوة أن هذا ثابت ولازم لا يمكن تغييره ويقدم خلالها نظرة تفسيرية بديلة ودفاعا عن حركات التغيير التي تسعى للتحرر والمساواة نأمل أن يجد القراء والقارئات في هذه المحاضرات ما يفيدهم وأن تكون هذه الترجمة إثراء قيما للمكتب العربي طب مين هو المؤلف حول الكاتب؟ ولد ريتشارد ليفنتون ونشأ في نويورك في عام 1951 حصل على درجة البكالوريوس في علم الأحياء من جامعة هارفورد أتبعها بماجستير في الإحصائيات الرياضية ثم دكتوراه في علم الحيوان من جامعة كولومبيا درس ليفنتون بعدئذ في جامعة ولاية نورث كارولينا وفي جامعة روجستر وجامعة شيكارو بصفته رائدا في علم الوراثة فقد اشتهر بأعمالي حول علم وراثة العشائر وعلم الوراثة التجريبية وكذا باهتمامه بالتكنولوجيا وانتقاداتي على مظاهر من الدروينية الجديدة ألف ليفنتون العديد من الكتب من بينها The genetic basis of evolutionary change It ain't necessarily so The triple helix Not in our genes بالاشتراك مع ستيفن روز وليون كامين The dialectical biologist وكذلك biology under the influence بالاشتراك مع ريتشار ليفنتون يشارك ليفنتون كذلك دوريا في مجلة نيويورك ريفيو بوكس وهو كذلك أستاذ البحث لأليكزندر أغاسيز في متحف علم الحيوان المقارن بجامعة هارفورد يعني باختصار هو عالم متخصص في المجال بيتكلم عنه موضوع البيولوجي والطب ننتقل لآخر إصدار هنعرضه النهاردة وهو كتاب مترجم حجمه كبير نوعا ما 363 صفحة بعنوان أين أخطأ داروين What Darwin Got Wrong تأليف جاري فودر وماسيمو بيتالي بالماريني اسم إيطالي كده تحس إنه إيطالي وش كالعادة هنقرأ مع بعض التعريف اللي موجود في ظهر الكتاب يوجد لنظرية التطور الداروينية الجديدة ET Evolutionary Theory شقان منفصلان لكنهما مرتبطان فهناك التفسير التاريخي لسولالات الأنواع Genealogy of Species أو GS وهناك نظرية الانتقاء الطبيعي Natural Selection NS إن الأطروحة الرئيسية لهذا الكتاب هي أن الانتقاء الطبيعي أو الاستفاء الطبيعي Natural Selection أين كان بيترجم إزاي نظرية خاطئة ولا أمل في إصلاحها خلي بالك دي نقطة مهمة جدا لازم تبقى وعيلها إن في بعض الكتب ممكن تتفق في بعض الأمور اللي احنا كمسلمين بنرفضها لكنها بتنتقد أمور احنا بننتقدها وبنرفضها فبالتالي مش بالضرورة إن كل العلماء يوفقوا التصور الإسلامي من كل الجهات على سبيل المثال أنا قلت قبل كده إن مايكل بيهي في مجموع كتبه بيقيد فكرة الأصل المشترك وهنا برضو هما بيتنزلوا أو بيقبلوا يعني هما مش شايفين الموضوع ده في مشكلة يعني ودي برضو نقطة لها علاقة بالأيديولوجيا إن انت يبقى عندك أصلا عقيدة والعقيدة دي بتخليك تاخد موقف معين على كل حال الكتاب ده مخصوص في نقد الناتشرال سيلكشن لأن نقطة الناتشرال سيلكشن هي النقطة الرئيسية الجوهرية اللي عرضها داروين في كتابه أصل الأنواع فكرة التطور كانت فكرة قديمة داروين مش أول واحد يذكر فكرة التطور وفكرة الأصل المشترك وشجرة الحياة والكلام ده كله لكن اللي تفرد بي داروين إنه حاول يشرح آلية إزاي الأنواع دي ظهرت إزاي كان فيه أصل واحد مشترك وبعدين الأنواع دي ظهرت علشان كده كتابه اسمه والكتاب بيتكلم في الأساس من أهم نقاط الكتاب إنه بيشرح فكرة الناتشرال سيلكشن الاستفاء الطبيعي الانتقاء الطبيعي أي أن كان إن فيه آلية طبيعية معينة هي اللي مسؤولة عن إن الأنواع دي تظهر للوجود فهنا بيقول إن الأطروحة الرئيسية لهذا الكتاب هي أن الانتقاء الطبيعي نظرية خاطئة ولا أمل في إصلاحها فليس لدينا مشكلة مع نظرية سلالات الأنواع إذ من المحتمل جدا بل لعله الأرجح أن تكون نظرية سلالات الأنواع صحيحة طبعا فيه كتب تانية بتنتقد موضوع الأصل المشترك وشجرة الحياة وإن دي أيضا مشكلة كبيرة جدا جدا في الدروينية والأدلة الكثيرة ضدها أنا ما عنديش مشكلة ممكن المؤلف يكون متخصص في مجال معين فهو بينتقد اللي هو درسه والموضوع التاني ما درسوش كويس أو حاجة زي كده فهو بيقبله ما عندوش مشكلة أو حتى شايف إنه هو الأرجح دي قضية جدالية أخرى فهنا بيقول لك ممكن تكون سلالات الأنواع أو الأصل المشترك دي صح وإن كانت نظرية الانتقاء الطبيعي خاطئة ولذلك فإننا مستعدون تماما على الأقل لمصلحة النقاش في هذا الكتاب أن نقبل أن أغلب الأنواع أو كلها ذات أنساب مرتبطة تاريخيا وربما تنحدر جميعا من سلف بداء مشترك وأنه كقاعدة ثابتة كلما زاد التشابه في الأنماط الظهرية بين نوعين كان السلف المشترك لهما أقرب إلا أن قولنا بأن نظرية سلالات الأنواع ونظرية الانتقاء الطبيعي مستقلتان عن بعضهما لا يعني أننا نفترض أنهما غير متصلتين فكر في نظرية سلالات الأنواع كشجرة أو شجيرة تتكون من عقد ومسارات أخصان فتمثل كل عقدة نوعا وكل نوع هو سلف لكل العقد التي تتلوه في المسارات وتبرز حينئذ الأسئلة كيف أصبح تصنيف الأنواع التكسونومي بالشكل الذي هو عليه الآن ما الذي يحدد أي العقد توجد ويحدد أين المسارات توجد بينهما وبشكل أدق ما هي العملية التي يتمايز بها النوع السلف حتى ينتهي به المطاف إلى ذراريه من الأنواع الأخرى الملخص أنه هو بنائش فكرة الناتشرال سليكشن في الأساس وبيقول بشكل واضح أن الانتقاء الطبيعي نظرية خاطئة ولا أمل في إصلاحها وبالتالي لازم نشوف بقى تفسير آخر لكيفية ظهور الأنواع وعلى فكرة دي برضو نقطة تكلم عنها مايكل بيهي وأنا مقتنع بيها وبردو تكلم عنها مايكل دانتون فكرة أنه أحنا حاليا بالأدلة والبراهين والتجارب والأوراق العلمية وغيرها كتير أثبتنا أنه اللي قاله داروين ده غلط طب إيه البديل أحنا مش عارفين دلوقتي إيه البديل علميا أحنا مش عارفين ما عندناش تصور مش معنى مش معنى إن احنا ما عندناش تصور إن احنا نبقي على الباطل حتى يظهر تصور آخر وعلى فكرة أنا بعتقد إن هو ده السبب الرئيسي والأساسي لبقاء نظرية التطور الداروينية على السحة العلمية ما عندناش تصور طبيعي آخر تصور طبيعي ريتشارد دوكنز كان عنده كلام في الموضوع ده إن يا إما خلق يا إما تطور والخلق مش نظرية علمية بمعنى إن احنا ما عندناش تصور علمي لكيفية خلق الله عز وجل للأنواع لكن احنا بنقدر نثبت علميا إن هذه الكائنات مخلوقة بمعنى إنها مصممة لها صانع لها هدف وحكمة وغاية من وجودها وجودها مش عشوائي مش نتيجة عشوائية وعامة وصدفة لو بصنا على الفيرس هنلاقي الآتي إن في مجموعة من المقدمات والتمهيدات وبعدين الكتاب متقسم لقسمين القسم الأول الحجة البيولوجية وعمال يتكلم وبعدين القسم الثاني الحالة التصورية ومجموعة من الفصول وبعدين الملاحق والملاحظات والمراجع وهكذا لو أنت عايز تقرأ الفيرس دي بالتفصيل فكل الملفات وكل الوثاق اللي احنا عرضناها في الفيديو هتلاقوها موجودة في لينك تحت في وصف الفيديو تقدروا تحملوها وتقروها برحيطكم أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو مرة أخرى إصدارات مركز رواسخ موجودة في معرض القاهرة الدولي الكتاب في جناح مفكرون الدولية للنشر والتوزيع صالة أربعة بي تمانية وعشرين وغيرها من المكتبات اللي هتلاقوا معلوماتها تحت في وصف الفيديو لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر عجبني ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بالزيارة صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالانتساب للقناة هتلاقي اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة